التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية وذلك لمتابعة موقف تجهيزات الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وموقف أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والبديلة والمشروعات المختلفة هذا وقد شهد اللقاء استعراض بعض الطلبات المقدمة من المستثمرين والرغبين في الحصول على أراضي الاستثمار العقاري بالإضافة إلى طلبات بعض كبار المطورين الصناعيين للحصول على قطع أراضي صناعية ضمن المنطقة الصناعية المخططة بالمدينة كأنشطة اقتصادية تسهم في توفير فرص للعمل وتعزيز الإنتاج المحلي في عدة قطاعات مستهدفة